ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تعقيب على اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع عاهل آل سعود سلمان عبد العزيز في واشنطن ذكرت إبرامي صفقة أسلحة تقدمها أمريكا لحليفتها السعودية وهذا يكشف مدى التعاون والدعم والتماهي بين الطرفين في إطار الحرب الغاشمة على بلادنا في مشهد قد يبدو مألوفا للجميع اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع عاهل مملكة آل سعود سلمان بن عبد العزيز في العاصمة واشنطن لكن ما وراء الاجتماع وأهدفه وخفايا قد لا تتعدى باب الغرفة الخاصة به صحيفة نيويورك تايمز في ترجمة لإحدى مقالتها قالت إن هذا الاجتماع يهدف بشكل كبير إلى طمأنة حليف أمريكا الخليجي الوثيق بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران وبحسب نيويورك تايمز فإن أولى رسائل الطمأنة للجانب السعودي هي وضع وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون اللمسات الأخيرة لصفقة أسلحة بين الرياض وواشنطن تقدر قيمتها بنحو مليار دولار لشحن ترسانة أسلحة للسعودية في خضم حربها الغاشمة على اليمن ولا شك أن صفقة الأسلحة المنتظرة بين الرياض وواشنطن قد تثير انتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون بحسب صحيفة الأمريكية إن مد الإدارة الأمريكية الجانب السعودي بالأسلحة لدعم عملياتها العسكرية في اليمن يهدد حياة الأبرياء من المدنيين خبراء ومحللون يؤكدون أن هذه الصفقة قد تكون لها انعكاسات خطيرة خصوصا على الأمن الإقليمي والدولي وعلى الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن وقال بول أوبراين نائب رئيس الشؤون السياسية في منظمة أوكسفام إن إبرام أمريكا لصفقات الأسلحة مع السعودية يزيد من تأزم الأوضاع في اليمن بدلا من إعرابها عن القلق تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفي تقرير آخر لها قالت إن العملية التي أدت إلى مقتل 45 جنديا إماراتيا و10 سعوديين و5 بحرينيين تعد انتكاسة كبرى لتحالف القوى العربية في اليمن مشيرة إلى أن العملية التي طهرت جنودا إماراتيا وبحرينيين تقوض مكاسب المعركة الأخيرة التي قامت بها قوات تدعمها السعودية في اليمن كما تزعزع التأكيدات الواثقة للمسؤولي الحكومة التابعة لهدف الرياض أن التحالف سيهزم الحثيين في معاقلهم في العاصمة صنعاء حسب مقال الصحيفة ترجمة نانسي قنقر